استكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبة المدارس الحكومية يوم الأحد المقبل وقد انتهت الوزارة من إجراءات استقبال الطلبة وتوريد الكتب وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس وبيّنت الوزارة أنه سيتم تسليم الكتب بموعد أقصاه الخامس والعشرين من الشهر الجاري بعد أن تم التأكد من تجهيز المدارس كافة بالأثاث المدرسي وأشارت الوزارة إلى أن دوام طلبة المدارس الخاصة سيبدأ في الأول من شهر أيلول المقبل وأنها ستحدد أعداد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة للحكومية وبالعكس بعد انتهاء الفترة المحددة للانتقاء ومدتها أسبوعا منذ بدء العام الدراسي ويشار أن عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة يبلغ قرابة مليونين ونصف المليون طالبا وطالبة